اشتركوا في القناة تصف كيف يمكن استخدام ساعات الظل لمعرفة الوقت عزيز التلميذ ماذا ترى في الصورة التي أمامك؟ أحسن إنها ساعة الظل كما شاهدناها في الجزء الأول من درس الحصة السابقة حسناً فيما تستخدم ساعة الظل لهذه؟ رائع تستخدم ساعة الظل في معرفة الوقت حسناً أريد منك مهمة أيها العالم الصغير عليك أن تجهز تغترك العلوم وتقوم بتسجيل توقعاتك عن الأسئلة التي سيطرحها عليك ألو بيح الآن؟ هل أنت مستعد؟ هيا لنبدأ السؤال الأول متى تعمل ساعة الظل؟ هل قمت بتسجيل توقعك؟ أحسن تعمل ساعة الظل عندما يكون الجو مشمساً أحسن والسؤال الثاني انظر معي عزيز التلمير هل تعمل ساعة الظل أثناء الليل؟ أو في الظلام حيث لا توجد إضاءة؟ قم بتسجيل توقعك على دفتر العلوم إذا انتهيت هيا لنكمل السؤال الثالث ماذا إذا كانت السماء غائمة أو غير صافية؟ هل ستعمل ساعة الظل؟ أيضا أريد منك أن تقوم بتسجيل توقعك على دفتر العلوم حسنا سنتناقش في هذه التوقعات خلال درس اليوم هيا لنكمل عزيز التلمير الآن لدينا نشاط رائع سنتعرف من خلاله كيف تعمل ساعة الظل وكيف تساعدنا ساعة الظل في معرفة الوقت ماذا تشاهد أمامك؟ إنها ساعة الظل التي صنعناها معا في درسنا في الجزء الأول ووضعتها كما تشاهد في مكان مشمس قم تعزيز التلمير بتحديد الظل في أوقات مختلفة باستخدام هذه الساعة انظر معي جيدا كما تشاهد تشير الساعة هنا إلى السابعة صباحا فكما تشاهد الظل هنا يشير إلى الساعة السابعة صباحا قمت بترك الساعة ورجعت إليها بعد الرور ساعة كاملة ترى ماذا حدث؟ هل تغير موقع الظل؟ أحسن بالتأكيد فكما تلاحظ بعد ساعة أصبح موقع الظل يشير إلى الساعة الثامنة صباحا إذن استخدمت ساعة الظل هذا في تحديد الوقت أريد منك عزيز التلمير أن تساعدني في تحديد الوقت باستخدام ساعة الظل في هذه الصورة انظر معي عزيز التلمير كم الساعة هنا؟ رائع الساعة هنا الثالثة مساءا فكما تشاهد يشير الظل إلى الساعة الثالثة مساءا قم عزيز التلمير بتجربة ساعة الظل التي صنعتها في الجزء الأول ضعها في مكان مشمس وراقب الساعة في أوقات مختلفة الآن هيا لنستمع إلى لوضيحي ماذا سيخبرنا عن ساعة الظل؟ تفضل يا وضيحي ساعة الظل هي عبارة عن رسمة على صحيفة عريضة يتوسطها عصا مستقيمة تعرف باسم العقرب والتي يتم تثبيتها لتحديد الظل على سطح مهيئ ليأخذ شكل الساعة ومع تحرك الشمس في السماء يتحرك الظل حيث تعتمد على موقع الشمس في السماء لتحديد الوقت وتعتبر ساعة الظل من أقدم الساعات التي استخدمها الإنسان قديما لتحديد الوقت شكرا يا وضيحي على هذا التوضيح حسنا انظر معي عزيز التلميذ إلى هاتين الصورتين ولاحظهما جيدان عزيز التلميذ ترى ما الاختلاف بين الصورتين؟ أسمع إجابات صحيحة إنك عالم صغير مبدع كما تشاهد في الصورة الأولى يوجد ظل أما في الصورة الثانية لا يوجد ظل ترى عزيز التلميذ لماذا في الساعة الأولى يوجد ظل ولا يوجد في الساعة الثانية؟ فكر معي أحسنت أيها المستكشف الصغير بالطبع الساعة الأولى الوقت مشمس فتحتاج ساعة الظل إلى مصدر الضوء حتى يتكون الظل أما كما تشاهد في الصورة الثانية ماذا تلاحظ؟ السماء هنا مظلمة كيف سيتكون الظل؟ حسنا ماذا تحتاج ساعة الظل لتعمل؟ كما قلنا تحتاج إلى مصدر ضوء مثل الشمس الآن عزيز التلميذ أمامك مهمة عليك الإجابة عن الأسئلة التالية باختيار نعم أو لا هيا لنبدأ السؤال الأول أذكر إذا كانت الساعة تعمل في الليل أجبني نعم أم لا؟ أحسنت لا إجابة صحيحة والسؤال الثاني أذكر إذا كانت الساعة تعمل والسماء غائمة نعم أم لا؟ أحسنت بالطبع لا فكما قلنا ساعة الظل تعمل عندما يكون الوقت مشمسا أحسن ماذا نستنتج؟ يقول لنا نوضحي يمكن لساعة الظل أن تظهر الوقت عندما يكون الجو مشمسا حسناً حسناً الآن عزيزي التلميذ أريد منك الرجوع إلى توقعاتك التي قمت بتسجيلها في بداية درس اليوم وتأكد منها أيها العالم الصغير وتأكد منها أيها العالم الصغير عزيزي التلميذ أرقام باللغة العربية فكما تشاهد كل رمز أمامه الرقم المقابل له باللغة العربية حسناً سنستخدم ساعة الظل هذه في الإجابة على هذه الأسئلة هيا لنبدأ سنبدأ بالسؤال رقم 2 أحدد الوقت الذي يظهر على ساعة الظل في الصورة الآتية لننظر إلى ماذا يشير الظل هنا هذا الرمز باللغة الرومانية يشير إلى أحسن الساعة الرابعة رائع ننتقل الآن إلى السؤال رقم 3 كيف سيكون الظل على ساعة الظل في السؤال 2 أطول أم أقصر أم له الطول نفسه عندما يشير الظل إلى الساعة الواحدة أحسن بالطبع أقصر فكما قلنا في منتصف النهار يكون الظل أقصر رائع لننتقل الآن إلى السؤال رقم 4 أفسر لما لا نستطيع أن نستخدم ساعة الظل في الليل فكر معي أيها العالم الصغير أحسنت لا يمكن استخدام ساعة الظل في الليل لأن الشمس لا تضيء عليها كيف سيتكون الظل إذن؟ نعم الآن عزيز التلميذ سيذكرنا لوضيحي ماذا تعلمنا في الجزء الثاني من هذا الدرس هيا لنستمع له تفضل يا وضيحي يمكن استخدام ساعات الظل لمعرفة الوقت يمكن استخدام ساعات الظل فقط عندما يكون الجو مشمسا شكرا لك يا وضيحي على هذا التوضيح الآن تلميذ الصغير الثاني الابتدائي هيا نختبر المعلومات التي تعلمناها في درس اليوم سنقوم الآن بلعبة بريد المعرفة في هذه اللعبة يوجد عدة رسائل على كل رسالة سؤال عليك عزيز التلميذ الإجابة على هذا السؤال ثم نتأكد منها معا هيا نختبر معلوماتنا يا بطل الرسالة الأولى ماذا يحدث عندما تدور الأرض حول الشمس؟ أحسنت الليل والنهار إجابة صحيحة لنرى الرسالة الثانية ماذا يحدث عندما تواجه دولة قطر؟ الشمس رائع يحدث النهار أيضا إجابة صحيحة أذكر مثال على شيء يصدر ضوء أحسنت الشمس أذكر مثال عزيز التلميذ على شيء عاكس للضوء فكر معي أحسنت القمر متى يتشكل الظل عزيز التلميذ؟ رائع عندما يسقط مصدر ضوء على جسم معتم هل لدينا رسائل أخرى؟ كيف تسير خطوط الضوء؟ نعم أحسنت في خطوط مستقيمة رائع متى يكون الظل أطول؟ ومتى أقصر؟ أسمع إجابات صحيحة أطول في بداية ونهاية النهار وأقصر وقت الظهيرة أحسن وفي ماذا تستخدم ساعات الظل عزيز التلميذ؟ أحسنت إجابة صحيحة تستخدم ساعات الظل لمعرفة الوقت رائع لقد قمت بالإجابة على أسئلة بريد المعرفة ويبدو أن معلوماتك قيمة وممتازة الآن عزيز التلميذ كما تعودنا في نهاية كل درس نتحقق مما تعلمنا افتح معي على صفحة ماذا أستطيع أن أفعل وانتبه عن الدرس العاشر الوحدة الرابعة أصف كيف يمكن استخدام ساعات الظل لمعرفة الوقت قيم مدى معلوماتك وضع صح في المكان المناسب عزيز التلميذ أريد الآن أن أذكرك بالواجب المنزلي السؤال رقم خمسة قم بحل الواجب المنزلي وإرساله إلى معلمتك عبر برنامج التيمس لتتأكد من الإجابة وفي نهاية هذا الدرس عزيز التلميذ أتمنى أن تكون اكتسبت معلومات ممتازة ومفيدة عن ساعة الظل وكيف تستخدم ألقاك مجددا في درس قادم إن شاء الله مع السلامة